حديث في البزنس القطاع بصفة عامة بالعوامة الطبيعية في هالفترة هذية في هالموسم هذية ومدى تأثير هذية اليوم على جودة زيت الزيتون وعلى الكميات المونجا لكن خلينا نفهموا اليوم مناش وحدنا ننجو في العالم ننجو مع عديد دول الأخرى اللي تنفس فينا تونس حسب الحصائيات هي الثالثة عالميا قبلنا دولة كيف إسبانيا اللي الكميات فيها اتراجعت بشكل كبير وتوقعات الموسم هذية على مستوى إنتاجها لزيت الزيتون تراجعة بشكل كبير دول كيف إسبانيا كيف فيتاليا كيف اليونان هي دول اليوم تنفسنا على مستوى الأسواق العالمية لكن خلينا نحكي مش نحكيه على المنافس على مستوى عالمي لكن كيف كيف على مستوى السوق المحلية اليوم المنتوج التونسي هل أنه فما منافس على مستوى السوق المحلية وشنية الوضعية وكيف كيف مش نحكيه على مستوى عالمي وهذا هو المهم بالنسبة لنا اليوم كبلاد تنتج زيت الزيتون لانه القطاع هذي قطاع من القطاعات المهمة في بلادنا. قطاع مصدر ويدخل برشة وعملة صعبة للبلاد. نرجع لك سيماهر من جديد نقول لك اهلا وسهلا بيك. مرحبا. مرحبا. سيماهر قل لي اه المنافسة على مستوى السوق المحلية شني احوالها? والله اه تدفع من الكنسوماتور. اهه. اه. مستهلك مانا يا رقيم جيت زيتون وكل شيء. حاجة تعاون يسر فور ديبلوبي لكونكورنس. مهم. معناها معناها جيو عباد معناها لبجيكتف final سيدو ما نلفي لكا لكاليتي دول دوليب ونطلعوا فاها ونحسنوها. لصالح المستهلك التونسي. الحقيقة اه مش في تونس بركة في العالم. التقاليد متع تظوف زيت زيتون ولا لكانصومات دوليب قادة. مقدمة شوية من هزو بدون وعشرين میتر وخمسين میتر وكل شيء. مهم. انس ازواغ لكاليتي اخزانو ديبتيك الخصائص الحسيين تعزيت والشيميك وكل شيء. دونك ما يخلي المعاصر لكل جنرال ما يبيعو زيت زيتونة. ما يبيعوش زيت زيتونة اكثر بيرج ما يبيعوش زيتونة بريميا ما يبيعوش بيرج ما نعرفوش نوع يبيعو. دونك لزم بريمان المعاصر تونسين يعرف يذوق زيت حتى يعيث لكاركتر الزهار. قلنا اشتروا البارشة في الديگستاتيونا ما يحصلنا على نحن ديقستاتيونا. نحن لو نعرفونا نحن ديقستاتيونا. وان شاء الله برشا لو مستهلكين ولو يعرفوا الكاريتين وكل شيء اللي يخلي الناس تنافس في الصالح العام في الصالح للصحة متاع المستهلك التونفي. مهم يعني خلنا نقوله على مستوى السوق المحلية المنافسة ما زالت ما هيش منافسة قوية لخاطر ثم بليزمواء وعي متاع المستهلك ما زال موصلش لدرجة أنه يفرق بين انواع زيت الزيتون إلا البعض اللي اليوم خلنا نقوله يتبعو شوية يفهمو شوية الجود نطع زيت الزيتون ويظهر لي مسألة توعية المستهلك على مستوى الأسواق مهمة ومهمة جدا عن مستوى السوق المحلية وهذا يواقع نعيشوه الناس بصفة عامة تشري زيت زيتونة اما هاته الكاليتيشنية هاذا يمازل يتحكي فيه برشا كلمة على مستوى السوق العالمية اليوم منافسة من عديد الدول في العالم اليوم انا والله بش نجيك في الاختصاص اللي انتوما فيه في المؤسسة تاعكم اللي هو زيت زيتون البيولوجي اللي اليوم ما نعرش هالاختيار منكم مثلا بش ما نقعدوش نفسه في زيت زيتون بصفة عامة هات نمشيو لزيت زيتون البيولوجي والنافسه في القطاع هذي هلو اختيار استراتيجي منكم انتوما ومنعرش فرضتو المنافسة بصفة عامة على مستوى العالم والله هو شوف يا وسمة بالنسبة لزيتون البيولوجي لخي قموش مختصرة على تونس بركة من حتى العالم توا معناها مبارشا منجيني نجو في لزيت زيتون البيولوجي وكل شي وحتى فاتو في وسام البيولوجي دخلو في لزويل بيو ديناميك ودخلو في لزويل بريم ودخلو في لزويل ريسبونسابل ودخلو في لزويل ايكولوجي وكل شي رفز ما العالم ماشي والتوضاع نجمو قولك البيولوجي والله كانوا حاجة معنا وقالي دو خاتر فريمان كنطلع الفوقرة في الجودة كل شي فهذا نبحث عليه عند المزارعين تونسيين خاتر ينجمو عن كنطلع كنطلع مهما. مهما. همه. 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 دونا دي اوار دي اتاليان دي دي غريك. دي بورتجي. اتراك كل شي. دونك احنا كيفاش يقول لي ينا الدستريبيتور متعنا في السيسر يقول لي ينا راني عندي مشرف للدرنية متر. مش مش كل كيف يبشاش للديتون متعك خاتر نجم يقصوميه بعض يأجبوا كل شي. مكيفاش يأخذوا هو اول مرة. الهند قداموا مية زيت اخ. اه عندهم من باليماج عندهم لبالبوتاية عندهم لبال كوميونيكاسيون كل شي. احنا لح تقللنا نخت مباشر عالشي هدي. انا اخل لك في تونس موزودة كان دابوزة واحدة. اصنحة شركة واحدة. اه دونك يكلنا عبارة سكر نفس دابوزة وكل شي. دي مش تعمل للمبارة سكر نفس دي بوتايه. اه بور كنفرانسي الآخر اللي كي بتغير الجانجي وكل شي تلقا روح بابك انتخي فخات فخا. دونك لازم نشوفو بندرة الشام لالقطاع متاع زيت اون وكل شي خاتر ما تيووش كنزيد في لاميزان بوتايه في لابالبوتايه لاباليتكات وكل شي باش نجمون بيعوا البر. راو الاخسارة معنية في تاليا معنية يحط لك لدرابو اليتاليان واحد ويبيع معنية. لدرابو اسبانيول واحد ويبيع. كحنا كمان فر. وراما تروفوكي لكونسوماتور اترanger بشي شري دابوزة وزيتونة تونسية. دونك انا امون نيفو نعرف كم شي خوزو زيتونة دابوزة وزيتونة تونسية. راو بشوالي يخوها حياتو كامدا. مكيفش نجم يخوها اول مرة. اوهو المشكلة الكبيرة لازم فريمون ننس الكل تختم عليها. سيباك سيباك تاك وزارة الفلاحة السياحة والثقافة. دونك سيبا. معنية موش سهل كي ما نتصور. لازم ننس الكل آآ ننخب معنية بش ندعمه معنية اليماج. لبغاند آآ تونيزي في في الزيت زيتونة تونسية. مهم يعني خلننقوله القيمة المضافة اللي بيش نعطيوها لزيت الزيتون لازم نختم عليها اكثر. ونحسنه في المظهر بسيفة عامة بتاع البرودويل نقدمو في في احسن مظهر آآ نقدمو في آآ ولاي ما ماهر بش نسلك محاكة آآ وانتي تحكي تاوة آآ تراحة تسؤال اليوم آآ لي فنتون مؤسسة واحدة آآ تنتج القوارير اللي متاع التعليم بتاع زيت الزيتون في تونس. وي. وي. مؤسسة واحدة تنتج القوارير متاع زيت. في الحقيقة كي نحكيه معهم ولا كل شي وما متفاهمين. اللي في الوضع ما يقول لك انا زيدا ما نجمش نخلي اللي بوتاي ده تاع الغازوز ننتج بالعشرات لملين تاع بي بش ن. بش نعمل مولة سبيسيال بش ننتج خمسمائة الف دابوزة. يقول لك انا ما نخلصش فمت. لنك هيدا وين تفمى الانتربانسون بلاتا. دي الدعم اللي لاتعمل لنا ينمول ولا دو ترى مول ديفيران بش ننجمو نعملو نوتر بوتاي بروبخانو. مع انتها كل مؤسة كل مؤسة اه كل شريكة كل معصرة تولي عندها دابوزة متاحة مع انتها تعزيد الزيتون نعرف هنا من شكل القارورة هذيك تعزيد الزيتون نعرف المؤسسة نعرف الجودة اللي قعدة تخدم على هذا اللي قعدة تخلي فيه. تقريبا انت من اول المونتجين واصحاب المؤسسات اللي اه قاعدين يخدموا على الموضوع هذي. موضوع وانه سياحة زيت الزيتون اليوم عندكم اه اه وين تستقبلوا السياح يجيوا من كامل انحاء العالم. يكتشفوا عملية الجني عملية الزراع عملية العسر والتعليب. يحضروا معاكم تعملوا دي سيانس دي دي جستاسيان للضيوف اه متاعكم. هذي مهر. اه خلنا نقولوا اه نوع من انواع العمل على الترفيع في في جودة اه المنتوج والتعريف به اه اكثر. اه تقول نحب نسألك ما انت ها هل اخترتوا هذي اه لانو بش نربتوا باللي كنت تقول فيه قبيلة قلت لي وانو المستهلك الاجنبي نحبوا اه يولي يمشي يختار زيت الزيتون التونسي موشهم بعد ما يذوقوا اه يولي دي ما ياخذوا وانما يمشي ياخذوا من اول مرة. هل هذي يدخل في الثقافة هذي في اناك تربي مستهلك اه ايجا في بلاس انا اذا كان ما عنديش الامكانيات بش نوصل هالو. ده بوز زيت الزيتون هذيك احتيش الفين هوا. وطيع وقت لي جيني هوا الهنا نعرفوا بزيت الزيتونة التونسي واللي هوا ينجم ياخذوا دي ريكتمان كيف يرجع لبلاده. اذا هو دي لخص كل شي اه سيوسانا اشوف هو بالنسبة لتونس سراو الوليكولتور التونسيين كلهم معنى لابده في البيان دي تون ده ما نسان ده. الوليكولتور معنى زرار متوسطين. دون كنا اشان قول باش نتخلو في حكاتة الالكس بور أو عزر تيجارة أو الديوانة أو الالتكات أو البابز وكل شي ايخو ياخو يفو فرحوا لدينا مجدداً. طيب مجدداً ، لدينا نقدر الكلام إليك لدينا عمله كل شرك ، ويريد لدينا أخبرتك ممكن أن يرون إذن مستحيل أو ندر حوليه، أو ندر حوليه، أو نحن مطعبرة من القد ورلي فمع هل يمكن أن تخبره من الأحساب؟ نعم، نعم، يمكن ان تحصل على حول الإعجاب تطاعت لا تحصل على أفكره، ورلي فسيـوي من التواجد يمكن أن تكون في أحسابة ряس، الخساب في العليا، وهو ما تخبره في الأحساب، السابق، أبداً، ماذا؟ ناخد مهوش ونوليه الفلاحة متاعنا. يبيعوا حتى خمسين ستين برمية من المنتوجة متاعها مسير لليو. يربح اكثر فلوس بانسور. مهم. تقول لي عندو يناد خاكتي بيتاي. يعني سوريسيك هام ما ياسر. مش ناجم يخرج زيت متاعه. وقال لي عندو نسيح تاني كليده في ناسي. مهم. آآ ماهي الاخر سؤال نحن نسألك اليوم فيما يتعلق بالتصدير زيت الزيتونة للخارج. نعرفوا لي آآ جزء آآ مهم من زيت الزيتونة اللون جوهة لمساويه وطني. تصدروا آآ آآ الدولة. فما جزء آخر آآ مهم ومهم جدا. تاخد معليه انتومة كاسحاب مؤسسات تبحثوا على اسواق اليوم. مسألة البحث على الاسواق هذه وتسجيل للخارج. هل فما صعوبات بالنسبة لكم انتومة على مستوى التسجيل للخارج. فين تلقاوا بعض الصعوبات يعني على على اي مستوى. ثمش اللي يقول لك نلقاه على مستوى اللوجيستيك. فما اللي يقول لك نلقاه على مستوى المعاملات الادارية والبنكية وكثرة الوراق اللي تسعب عليه العملية والطول العملية شوية. انتو ما كيفش ترىو مسألة التصدير هذي بصفتين عامة? وين فما الصعوبات? وشنية اللي لازم يتغير باش نسهلوا العملية اكثر? اول اخي خصابت في زيت زيتون اه اه سور الديو اللي هوم صعوبات لوجيستيك. عليش على خاطر انتي تاخو ينكماند. يجيك ينكماند اليوما مانا. نخلي في لديه دريزان دان ترانة جوه امنه. مانا مش نعمل الانتكات الازم نقاط شهر الساعة باش تخرجي الانتكات اشاء د بطاقية وكل شاي. مكانيه كبيرة متر قاشر. مانا يعني ربتوخ د المكشية ماوجودة عالاخير في البطاقية دويل دوليه. وانا انتوان كفلاح صغير مانا جييش نعمل نستغ دي بطاقية مانا مش نعمل عايشي ناس دابوز هنا. ونحطها عل قلبي في الفير مانا نستطيع حتى جيني كوماند. دي ما ناخذ كوماند هنا. دونك هذي الاسبال لوجستيك والتواجد متاع البوتايد والدولييف وكل شيء وزيتكات نخرجوهم بالوقت. دا ما ستان خوبلم كبير علي الخالي الفلاح. دونك أبار معني البروبلمان دميس خطيف عندو. وكو ما خاطر نشوف يقعد الفلاح بشي يولي اكثر منه ايداري اكثر منه فلاح اكثر منه انا نزلنا نسهلوله. عليش يمشي للتجارة راه مضني ارى عامل التصدير او الورقة صحونا في مية واحدة راه. او التجارة اللي في تك ديوان الفلاحة اللي عاد نمشي صحونا معناها عبادو خين معنى. مش فما ديوان تونسي للزيت ماهر اللي اللي ان برانسيب تكون فيه كل الهيكل هذي موجودة. وانتي تمشي للمعني بالامر ديوان تونسي للزيت هو اللي يشوف الدوسية متاعك ما انت ما نعرش في اربعة وعشرين ثمانية وربعين ساعة ينظم لك كل هالمعطيات هذي. تكون ثم اه ممثلين عن وزارة تجارة وعلى الديوانة وعلى وزارة المالية وغيرها وغيرها وغيرها. تشوفوا هذي الكل وتاخذ الموافقة وتصدر البيضاء متاعك ما ما نعرش. عليش فهمك كل هذي. هو هذي هو اللي لازم. هذي هو اللي لازم خاطر فريمان احنا معناها بش ننصدر ودي تصدقني ينطلق ديوالدوليب وكل شي تحب بيسر وتولي انتي بيدك ان كانية كبيرة انك تقلق معناه. تقول لا ينوالي ينبيع فراك واختاني انهم بشيك اللي داريه اللي تناجم تعملك مش لضانك احنا لازم فريماند سهل وع الفلاح. عليش? وانا جدا نقول انا نحكي ديما على التسوي اللي هو صغير متاع الفلاحة صغر اللي مرسل ثاني بالمئة روما الفلاحة في تونس انا مش نحكي على فلاحة بالمئة. لانك هذو ما لازمنا اموان نعاونوه. يا اخوي اجيب لي انبوتاي اي تكتاش بهي كل شي. وانا تنصدر لك. لو راق الكل نعملك شبك موحد ولا نعملك اه تعمرها وتبعاتها انليني تنصحولك فهي الناس في الكل. وتلقى الازمتاعك في البرز. لانك اه. وانا نحكي وعندي معنى ينسرقين وكل شي وتعبت. خلي وفلاح تلقاه شوية معنى مش قادر انه بش يعمل هذي الكل يتقلقوا يتقع عندو وكل شي وكل شي ويقى صعوبة. مالغ زمان ان شاء الله هذي يتغير. هذي اللي ندعيولو. هذي اللي اه نحاولو معكم نفهموه مير في كل مرة نحكيو على قطاع من القطاعات وانشة من الانشة الاقتصادية. نحاولو نفهمو هال مشاكل هذية. مشاكل بتساهل بش نتجاوزوها بقرارات. لكن ما زالت هال مشاكل هذي متواصلة تأثر بارش على النشاط القطاعات الاقتصادية. اه كيف قطاعكم اليوم. متأثر اشي كان بالعامل المناخية. نجم تكون عامل المناخية طيبة. وتعطي منتوج طيب. لكن في الاخير نجمو نتعطلو بسبب مشاكل ادارية وبعض الوثائق وغيره وغيره من هال مشاكل هذية كيف كيف عالمساو اللوجستي. ان شاء الله هذي يتم التجاوز وان شاء الله الناس اليوم اللي اه مسؤولة في الدولة على القطاع هذي. لانه الدولة عادية اهمية للقطاع هذي. وتحدث على قطاع زيت الزيتون كمحدة من اهم القطاعات اليوم المسدرة. ونحكيه على المساهمة متاع القطاع هذي في الناس القومي الخام وغيره. دونك اه مهم جدا انه انتلفتوا للقطاع هذي. الراجعوا القوانين اللي تنظم القطاع. نسهلوا اكثر لناس اللي تخدم في القطاع باشتوروا من رواحها. باشكون فما منافسة على مستوى وطني. قادرة انها تعطينا جودة وكمية مهمة نفسوا بها على مستوى دولي. شكرا لك مهر بن سماعيل. يعطيك الصحة. برك الله فيك على تدخلك معنا بالتوفيق ليك في اه العمل اه متاعك. وفي النشاط متاعك ان شاء الله. اه الموسم هذي خلنا نقوله انت في البداية قلت موسم استثنائي ان شاء الله. موسم استثنائي موسم. اه على الرغم من انه اسعيبة شوية لكن ان شاء الله هتكون فيه مداخيل طيبة بالنسبة للناس اللي تخدم في القطاع هذا وتنشط في النشاط الاقتصادي هذي عن سروة تعليب زيت الزيتون وكيف كيف بالنسبة للمونتجين. لانه الاسعار بتسافة عامة على مستوى عالمي ارتفعت نظرا للنقص الموجوده طلب موجوده بشكل كبير لكن العرض هو اللي اه انقص هذي بشي ساهم في ارتفاع الاسعار سالة مداخيل تكون مداخيل طيبة. اه ان شاء الله المواسم القادمة على مستوى العمل المناخي تكون احسن وافضل. وقتها تكون عندنا كمية افضل تكون عندنا كيف كيف جودة احسن وافضل. هذي مطلوب اليوم انه رافقوه باستعدادات افضل على المستوى الاداري لتسهيل اكثر فاكثر اه عملية تعليب وتصدير زيت الزيتون التونسي سويا للخارج ولا حتى تسويقه في الاسواق الداخلية للمنتج والمستهلك التونسي. قربنا من نهاية معاكم اليوم في حديث في البزنس. شكرا لكل اه اه الوخيين اللي كانوا معنا وتابعونا في الاستماع. شكرا لسي مهر بن سبيل لدخل معنا. واضحنا اليوم نشأت فيها القطاع هذي. وضعنا عديد التفاصيل حول وضعية الموسيط التونسيط في القطاع هذي بصفة عامة سويا الموسم هذي ولا عديد المشاكل الاخرى اللي تم القطاع بصفة عامة. شكرا لكم ماني السيسي في الخراج. سلني بن عمار في خرار الصورة اللي توصلكم على شان يوتيوب اكسبرس افهم. الموعد يتواصل بعد قليل مع زمير اللبنة بدا في شرعة تونسي سامر احكيري في نهاية لقاء اليوم. وقل لكم في لامان.